السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا إلى يوم الثلاثاء 26 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة التسعة ودقيقتين من صباح يوم الأربعال ويوم الغد لا ينتقل القمر بعديها لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل هاي لغاية الساعة 12 و28 دقيقة من بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء يعني طول اليوم القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة بعدها على الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء يعني آخر النهار رح ينتقل لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته هذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي كان فيها بعض التوتر بالفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة الترتيب والتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاوية وعنا خلوم مسار هاي الزاوية زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين عطارد رح تكون الساعة 11 وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي ما في إلها أي داعي ولا إلها أي مناسبة وبتجعلهم مزاجي طبع فهي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين ومن الضغط الحياة فهذا الشيء ممكن يعرضهم لبعض الحوادث وما منحسن التحكم لا في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر اللي هو الخلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 11 وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة التسعة ودقيقتين من صباح يوم الأربعاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم إن نعمل عمليات جراحية لإلها طبعاً إن الكلا، الحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضو لللمس، البنكرياس، الأنسولين، أسفل الظهر، والزايد الدودية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها زي ما حكينا عناية إذا شعرنا بأي شيء غير اعتياد راجع الطبيب طبعاً إحنا لمازلنا لحد الآن في فترة اكتماد القمر لأنه بدأ بمرحلة الانحسار ولكن تأثيراته ما زالت موجودة فما مننصح بالعمليات الجراحية القابلة للتأجيل أما العمليات الإضطرارية لكافة أعضاء الجسم ما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل اللي هي الحقن ولكن الجراحة ما زالت لا تصلح لهذا الأمر أيضاً لا يصلح لإزالة الشعر الزائد رغم أنه بدأ ينحسر الاكتمال ولكنه ما زالت ضعيفة لأنه برضو الجلد كعضل اللمس أكثر حساسية وأيضاً هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميل والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام ساعة 5 و4 دقائق بعد العصر بصير 17 يوم نسبة الإضاءة 98% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة منتحسة بنسبة 50% الآن ساعة الفجر بتصير منتحسة بنسبة 25% القمر في الميزان حتى يوم 24 ثلاثة منتحسة الآن بنسبة 10% في ساعات المساء سعيدة بنسبة 15% عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة سعيد بنسبة 5% الآن ولكن في ساعات الفجر منتحسة بنسبة 40% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة سعيد بنسبة 15% الآن وفي ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 25% المشتري في الثاور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثاور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر بما أنه موجود مقابلكم فهذا اليوم جيد للأعمال المشتركة ما بين شركاء المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكن التقابل وأيضا اكتمال القمر وهذه الزاوية السلبية اللي ذكرناها فمعناته يعني بكون فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع فيه سوء تفاهم فيه عصبية فعشان هيك ممكن تطرأ بعض الأمور اللي تسبب بعض البلبلة فحاول أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأن الفترة هاي انت الحلقة الأضعف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس فعشان هيك بظل التركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل حاول أنك تنجز أعمالك بالكامل ما تشتت نفسك في أكثر من عمل في نفس الوقت فأنه ممكن ما تقدر تتممها بالكامل فتضطر أنك تعمل وقت إضافي أيضا بدك تنتبه لأنه رح يتراكم العمل عندك حاول أنك تتعاون مع زملائك انتبه من المشاحنات مع الزملاء حاول أنك برضو يعني أنك تعمل لا تنجز الأعمال وانتبه لصحتك بشكل جيد إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بظل الطاقة عالية جدا عاطفيا وأيضا ببعض الحدود فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو بتفيدك الاتصالات واللقاءات واليوم جيد للأمور اللي إلها علاقة بالترفيه أو التجميل اللباس أو تغيير الهندام أو المظهر الأجواء واعدة بعلاقات رائعة ولكن إذا عصبت وحاولت تفرض سلطتك على أحبائك أو على أحد أبنائك فممكن يعني يكون فيه مشكلة بسوء تفاهم أو يعني حتى إنك تنفهم غلط فحاول إنك تبرهن وتوضح من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتأخذ القصة الأكبر من تفكيركم وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي إنك تتجنبوا أي نقاش حاد أو توبيخ الأحبة أو لومهم لأن هذا الشيء رح يعمل مشاكل أنت بغنى عنها ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول إنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات وحاول إنك برضو تحمي حقوقك لا تفرض رأيك هاي فترة زي ما حكينا إلها علاقة بالبيت فممكن تظهر بعض الأعطال أو الأحداث المنزلية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات اليوم والحوارات والنقاشات وبغسعكم اجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا على الحضوض لا تتسرعوا بالإجابات حاول إنك تركز بشكل جيد بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار برضو اليوم بتكثر عندك النشاطات على حسب اختصاصك وبرضو انتبه أثناء تنقلاتك من السرعة الفائقة لأنه ممكن يكون في بعض الحوادث أو المخالفات بتكون لك اليوم لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بظل فرص المالية هي الغالبة خلال هذا اليوم ولكن أيضا المصاريف واردة عشان هيك اليوم في فرصة لمكسب مالي أغلب هاي الفرص بتيجي عادة من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة أو دعم أو حتى مساعدة ولكن لا تتهربوا من تقديم المساعدة ولكن بدكوا تنتبهوا من النصابين والمحتالين لا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدرين وموضوعيين لأنه اليوم يعني في رغبة بالمصاريف فانتبه على أموالك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل حتى من الأيام الماضية إلا أنه بعض الأفكار ممكن تسيطر عليك فعشان هيك حاول أنك تعيد لنفسك ثقتك لأنه راح تنجحوا اليوم بدفع بمصالحكم إذا ركزتم بشكل جيد شعبيتكم اليوم بتكون ممتازة وخصوصا مع الجنس الآخر تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بظل في نوع من أنواع الضغط اللي بيسيطر عليكم اليوم فها بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب أو الملل حاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بالبداية يعني بدنا ننبه لنقطة وهي أنه بدكوا تنتبهوا اليوم وخصوصا من ساعات العصر ببدأ الضغط موجود لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب حاول قدر الإمكان ما تفرض سلطتك على أصدقائك لأنه ممكن يكون في سوء تفاهم رغم أنه اليوم رح تنشطوا اجتماعيا ورح تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعونهم معكم ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادر لملاقات الآخرين بيطمئن بالك لأنه اليوم ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك وحاول إذا عندك أمر معين استعين ببعض معرفك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي هذا اليوم ممتاز جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل يقدموا طلبات عمل مثلا أو يبدأوا بمقابلات واللي بيرغبوا أيضا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون عنكم وبيقدروا جهودكم إذن الأجواء ممتازة جدا على مستوى العمل ولكن هاي النقطة إما أنك أنت ترفع أو تنصف أو إذا كنت لا تستحق تحاسب لأنه هذا فيت السمعة بتتسلط عليك الأضواء فممكن تخضع لعدة تجارب مهمة فما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع بدون مخالفة قوانين وبدون مجازفات برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وهذا يوم مناسب لا إجراء مقابلة أو إجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا على الحضوض إذا كان الامتحان في ساعات العصر ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع ورح تناقش بقوة وذكاة ورح تتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم شيء أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة حتى على المستوى العاطفي الأجواء إيجابية جدا ودعمة للحوار والنقاش والتواصل العاطفي برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتضل متاحة لمكسب مصدر شراكة مالية بنك ضريبة تأمين تعويض أموال إلك مثلاً قرض بنكي أو تعويضات أهم شيء أنك ما تهمل صحتك بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وبتتجاوب معك الأحداث بشكل جيد وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار ولا تكفى الحد مالياً خلال هذا اليوم وانتبه من بعض الالتباسات في بعض الحسابات لأنه ممكن تتحاسب على بعض التقصير المالي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر